السلام الناس اللي تعرفني تعرف انه من زمان يجينوا صداع كثير جدا مرة كل 6 ساعة تقريبا لا بس ممكن يجيني 5 أو 6 مرات في الأسبوع وزي ما أغلبنا جرب كل ما زاد الصداع كل ما زاد تأثيره على نشاطنا تركيزنا قدراتنا العقلية أحيانا الجسدية حتى استمتاعنا بالحياة عموما في ناس الصداع مضاي عمارها للأسف لسه الصداع ما هو مفهوم بشكل كافي من الطب بس على الأقل الوضع تحسن عن زمان زمان لما كان أحد يطول معه الصداع ويتكرر معه كانوا يحفروا له حفرة بسيطة للأطباء يحفروا له حفرة صغيرة في الرأس عشان الدم الفاسد يطلع منها عمليه هذي اسمها أو النقب الجمجة طبعا الإجراء العبقري هذا ما كان يحل المشكلة بس كان يسبب مشاكل أصعب ومداها أطول خلينا نحاول نفهم الجزء اللي العلماء فهمينه إلى حد ما مبدئيا الصداع نوعين أساسي وثانوي الصداع الأساسي ما هو نتيجة أو عرض المشكلة الصحية معينة الصداع الأساسي هو المشكلة في حد ذاته للأسف 50% من حالات الصداع حالات صداع أساسية وما نعرف عنها قد ما نعرف عن حالات الصداع الثانوي سواء مشاكل في الظهر والرقبة مشاكل في القلب جفاف أو حتى انسحاب مادة زي الكافيين من الجسم في 150 سبب موثق للصداع كل واحد من الحالات 150 له أسباب مختلفة ولو علاج مختلف ففي حالات بسيطة في حالات الجفافة أو تشرب موية وتنتظر بعض الوقت والمشكلة تنحل الصداع بيروح في حالات تسلسلها أطول شوي زي لتهاب الجيوب الأنفية مثلا لما يحصل عدوة في الجيوب الأنفية الجهاز المناعي يسخنها عشان يقتل البكتيريا اللي فيها وكرة فعل الجيوب الأنفية تتضخم وتبدأ تضغط على الشرايين والأوردة الجمجمية وتضغط على عضلات الراس والرقبة كل الأشياء هذه تفعل مراكز الألم في الرقبة والراس فترسل إشاراتها للمخ المخ بالتالي تنشط إشاراته ويزيد تدفق الدم داخل الأوعية الدموية داخل الجمجم فالمخ يتضخم ويسخن ويبدأ الشخص يحس بألم على شكل نبضات مع ضخات الدم ممكن يكون سبب صداع تهايو في الأعصاب الحسية أو شد في عضلات معينة زي ما قلنا الظهر والرقبة بس عموما لازم في مرحلة معينة من مراحل العملية المنتهية بالصداع يكون حصل تهيج من نوع ما داخل الجمجم نرجع للصداع الأساسي اللي تقريبا ما نعرف شي عن أسباب أنواع الثلاثة النوع الأول أو صداع التوتر أو الضغط هو أكثر أنواع الصداع الأساسي انتشاره واللي يجيهم الصداع هذا يوصفوه إنه شعور بحزام ضاغط بشدة حوالينا الراس الصداع هذا يزود الضغط على العضل اللي خلف الدماغ فتبدأ تضغط على شكل نبضات مؤلمة ومع أنه في ناس كثير من اللي يجيهم الصداع هذا يقولون إنه الجفاف أو التغيرات الهرمونية أو التوتر والضغط النفسي تعتبر أشياء تنشط النوع هذا من الصداع عندهم الموضوع طبيا ما يعتبر منطقي فمثلا لو أخذنا الجفاف الجفاف يسبب تقلص في الجزء الأمامي من المخ في الفرونت اللوب فالألم ينتج عن الفراغ الناتج بين الجمجمة والفرونت اللوب وهذا عكس شعور الألم الناتج عن الضغط في صداع التوتر الأبحاث الطبيعية تركز على النوع الثاني والثلاث من الصداع الأساسي لأنها أعنف وأكثر خطر النوع الثاني هو الصداع النصفي أو الشقيقة أو المايغرين الصداع النصفي صداع متكرر الحدوث يحدث على فترات طويلة من أربع ساعات إلى ثلاث أيام متواصلة وتقدر توصفه أنه ضغط بمعدن شديد بزرادية مثلا على جانب من الجانبين من الرأس في 20% من حالات الصداع النصفي ومع الكم المهول من الأشارات العصبية اللي جاية من مستقبلات الألم يحصل تحميل كهربائي عالي على المخ فيسبب حساسية مفرطة في الجهاز الحسي العصبي بشيء اسمه الهالات الهالات هذه عبارة عن هلاوس ممكن الشخص يشوف فيها أنوار أو أشكال هندسية أو ظلال أو يحس بشعور دغدغة في الدماغ النوع الثالث أو الصداع العنقودي وصداع السريع التكرار قوي يحصل حوالي العين ونوبة الصداع تستمر من 15 دقيقة إلى ثلاث ساعة يسبب تدميع انتفاق حوالي العين تقلص حجم حدقة العين سقوط الجفن شوي احتقام في الأمن وشعور بحرارة شديدة وألم حاد خلف العين للأسف الشديد حقيقة علمية المسكنات تنفع فقط مع الصداع الثانوي وصداع التوتر ما تنفعلها مع الصداع النصفي ولا مع الصداع العنقودي مثلا مضادات الالتهاب اللي ممكن تشتريها من أي صدلية بتخفف تضخم الدماغ وبالتالي تخفف الصداع أو ممكن تتفادى أسباب الصداع الثانوي من البداية بالنسبة للصداع النصفي والصداع العنقودي ما لها حل جذري ينفع للجميع أنا شخصيا جربت خمس أنواع مختلفة للصداع النصفي كل واحد منها له أثار جانبية مختلفة وينفع مع ناس وناس لا عموما الأبحاث مستمرة والطب يتحسن ويتطور ومع الوقت ممكن نعرف أكثر وبالتالي نكون أقدر على علاج الحالات هذه وربي يشفي جميع المرضى السلام